اللهي التارتين دول بيردوا على بعض اخيرا في تطور في الحالة المادية عند الحوت الشهر ده العجلة الحظ المتعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا واقفة واقفة باذن الله باذن الله يا رب ادعوا معايا كده باذن الله حتمشي العجلة حتدور وحتلاقوا ان فيه تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير ان شاء الله تايسير في الامورك يا حوت باذن الله queen of cups الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الاولى والتانية الحوت هنا قعد بيفكر بعقله وقعد بيقيم علاقة وانا حاسة انه هو متراقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا وصل الموضوع لحد التربص معلش تطور مادي بطيء في المرحلة الاولى يعني في في اول شهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية ايه اللي انت محتاج وايه اللي ممكن تستغن عنه الحوت اما بيمر فيه اما علاقة ثلاثية او احتفال وكل ما هيطلع الكارت ده معلش مضطرة ان انا اقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة ان في علاقة ان شركها في علاقة تانية او في خيانة مع حدا تاني ارجوكي ما تسمعيش القراءة ده خالص اديني بقول ونضام تسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي ما عندهاش شكوك او ما مسكتش حاجة او ما عندهاش اي سبب ان هتشك في شركها ارجوكي اتجاهني الكارت ده خالص اللي عندها شكوك او اللي مسكت حاجة بالفعل فيه علاقة ثلاثية وفيه صبر وانتظار الحوت قاعد صابر ومستني يشوف ايه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي فيه خير جايلك كتير يا حوت انت كنت مستني متأخر عليك حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصلك المرضود بتاعها هيبتدي يوصلك دلوقتي او خير عملته في حد زي ما قلتلك ان شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحوت الناس اللي ما بيشتغلش في عمل جديد الناس اللي بتشتغل اما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة او هيغيروا جوه شغلهم هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشو بس فيه تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات هنا بقى في تطور مدي ان شاء الله للبرج الحوت في حالة ما دير تتطور بإذن الله او حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا اه انا يعني فيه ده دي الغموض دي الغموض فيه حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحوت هتتكشف له حيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستطرة هتبيني يعني سر بيتعرف للحوت اه هنا فيه قيادة شوية برضو للحوت في مدان العمل نهاية العقل سلسية دي ده سؤال كويس طيب حنشوف اه عنده قيادة في العمل ماشي بمبدأ اه يعني القوة مع اللين في نفس الوقت وفيه شخص قدامك يحوت بيحميك ووقف يعني وقفلك حارس القطة دي بس انا دايما بتشوفون القطة دي ام يعني الامهادكو ووقفلكو حارس انه مفيش حاجة تأذيكو او حاجة تدركو هلخص القراءة بسرعة في تطور في عجلة حظ بالدور باسم الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا فيه خير جاي لك يحوت اه حاجة انت كنت مستنيها بقلك فترة ان شاء الله هتجي لك دلوقتي فيه تغير في العمل العمل بيتغير اما اللي ما بيشتغلش ان شاء الله يشتغل او بتاخد دورة تطريبية في حاجة معينة او بتغير دي بورتمنت وفيه تطور في الحالة المادية وحالة امان الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاثنين مع بعض عمل الميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحنيك فيه سر هينكشف للحوت الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وعمال عايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش يعيفه كده وخلاص لعمال يحلله يعني داخل جوه كده بيحلله زي ما قلنا في اول الشهر التطور المادي كان بطيء شوية ان شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول ايه تطور المادي والحمد الله أحمدك يا رب فنحاول ان احنا ايه نزبط مصروفنا شوية زي ما قلنا علاقة ثلاثية أو احتفال الحوت بيمر بعلاقة ثلاثية أو بيحتفل بشيء وشايفه هنا صبر وتضحية وانتظار ايه هي مقرراتا بالليفات يعني مش قد كده بس هيقريها برضو حلوة جدا 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 وجد سنتي بهجة وامل في تي جوايا توقع جوايا الحمد لله يا باسم اشكرك جدا جدا اوكي كده احنا فضل لنا بسم الله صح اشكرك يا عبد الحي مرسي مرسي هنشوف بقى ايه الحل العطفية تتاعت المرحلة التالتة اخبارها ايه ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله والحد هيعرف سر عام الحوت مرحلة التالتة انا شايف ان الحوت الهيعرف سر يعني انا ميلال ده اكتر جدا في حياتنا في حياتنا بقى جزء من حياتنا الله يا مريم يا حي ببتي وانت عارى فكرة كمان يعني انتو كمان جزء كبير من حياتي خلاص دلوقتي انتو مينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد كده ما شاء الله عني كيف هنكلمك صحيح. باشكرك يا كوكو اوي اوي. ربنا ان شاء الله يعني ما يحرم ناش من بعض ابدا ابدا ابدا. وحركة فيسبوك دي ما تكررش تاني. لا موزارت ده كده هنتخض. اوكي. الف قبلة مني. باشكرك يا رضا جدا. ليه يا فاطمة? لايكي. ما يا بنوراني يا حبيبة قلبي. نورتي اللايب. نورتي اللايب. يارب يكون عجبك. الناس الجداد يا جماعة اللي عجبهم اللايب. دوسوا فالو الصفحة. لايكوا فالو عشان تشوفوا التصويتات. احنا بنصوت لكل برج. وتشوفوا اللايبز اللي جاية ما تفوتوش. ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايب. طيب. يلا نشوف الحالة العطفية. للمجموعة الثالثة. والاخيرة لبرج الحوت. الحوت عايز ايه? الحوت عايز الصورة دي للعائلة. صورة سعيدة. اب وام متربطين. وحبين بعض. بيراهوا بعض. واطفال بتلعب وحاجة يعني عايز الصورة دي. المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي. وبيعمل على الموضوع ده. بيعمل ان هو الصورة دي تبقى تتحقق بالفعل. عايز برضو قوة اكتر. عايز يكون اكتر صلابة. عايز يكون اكتر صلابة واكتر قوة. الحوت برضو يا جماعة يعني حنين قوي يعني عنده اللين جدا. فعايز يكون اقوى شوية يكون جامد يعني. انا مسلا ببقى ضعيفة قدام ولادي ساعات. بضعف قدامه. بيبقى عايز اقول ادمادي شوية انا شافي شوية. هو ده بالضبط اللي انا عايز اوصله. الحوت شايف شريكو ازاي? شايفو بيتطور مديا. شايفو بيتطور. وشايفو لامم العيلة حواليه. اهو. تطور مدي ولامم عيلته حواليه. برضو نفس الموضوع ماشيين في نفس السكة مع بعض. الطاقة. الطاقة فيها تهنئة. الناس عمالة تهني. تهنيكو. اما على نجاح. على علاقة نجحة. او على شغل ناجح. في حالة تهنئة. والناس بتهنيكو. الشريك عايز ايه؟ الشريك نفسه. الشريك تعب. واضح انه فيه تعب جديد. شديد عند الشريك. تعبان. هنا محتاج روحانيات اكتر. حياته بقت مليانة. حاجات مادية. كده يعني حاجة صلبة. عايز حاجة اكثر هدوء واكثر روحانية. ونفسه يرتاح. عايز ينام. محتاج ينام. محتاج يرتاح. ممكن يكون كمان تعبان جسديا. شايفك ازاي شايفك ناجح. شايفك ناجح. وشايفك ناجح في كل حاجة. اكتمال دائرة. مكمل. عامل كل حاجة. بسم الله شايفة. كده. ماشاء الله. 47. لا حاجة حلوة قوي قوي قبlichkeit. الطاق دلوقتي حب غير مشروط. في مولود لله عايزين ما وليد وربنا جعل كلامنا خفيفة عليهم. في حالة لا حب غير مشروط. حاجة псих الله حلوة جدا جدا. هنا في حالة من كده عفوية ما نفكرش قبل ما نتكلم نتكلموا براحتكو مغامرة وشكل فيه سفر كمان مش شرط تكون سفرية شغل أو حاجة لا ممكن يكون فيه سفر مجرد السفر وحنا ندخلين على أجهزات دلوقتي أجهزات نص السنة فعلا في مناسبة perfect يلا بقى أخده break ونطلع بقى نسافر في المكان دي قرية حلوة قوي 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 للحوت بسم الله ما شاء الله القرية دي يعني مش عفو حاسة أنها لقى على المجموعة التانية أكتر سبحان الله يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا ما حدش يسمع المجموعات احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد أكتر كم من المواقف إنما مش شرط كلهم حوت كل المجموعات حوت انت حتسمع وحتشوف أكتر مجموعة ماشية معك إيه ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ مرادك خالص الحوت عايز صورة العيلة السعيدة ال perfect الأولاد أصحاء بيجروا بيلعبوا أبوا أموا متربطين وحبين بعض عايز يكون أكتر قوة وأكتر صلابة شايف شريكه بيتطور ماديا الشريك محتاجش أكتر هدوء وحياء أقل صخب وأقل وأكثر هدوء محتاج يرتاح شوية لأن جثمانيا تعبين الشريك شايفك يا حوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على أتمى الوجه الطاقة ما بينكم فيها علوش أنه فيها مباركات ناس بتبريك لكم في هنا The Empress الحالة برضو الجنسية عندكم كويسة جدا نشطة جدا وحب غير مشروط وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة The Empress بس كارت جميل جدا فيه حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك بين شريكك يا حوت وإن شاء الله كمان باين أنه فيه سفر أو تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت ما شاء الله يا جميلة جميلة للحوت الحمد لله ختموها مسك ديسمبر الحمد لله وإن شاء الله يا رب تثبت القراءات علي تفضل أهلا بيك تفضل إيه سؤالة طيب إحنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة لكسبت معنا النهاردة تمام هي كمان بعتت لي خلاص تمام يلا حبيبتي تعالي ريه ميم تاريخ الميلاد واحد تمانية ده إنتي أسد 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 فين بقت السؤال آه إنتي عايز علاقة عاطفية تمام من شحاله أوكي 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 بس ديها أفنت آآ شرين أنا بقرأ كل يوم أو يوم لا بعمل آآ وكل آآ بقول في آآ برج واحد بس والاختيار بيتم عن طريق التصويت فإحنا النهاردة معنا برج الحوت لأنه كسبت التصويت إن شاء الله هنقول أسد قراءة جدا 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 تمام تمام اشتركوا في القناة طيب هو معلش ممكن بس تسأليها او انا خسألها قولي لي حبيبتي ردي علي بقى في الرسائل انت معانا على اللايب هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه الدنيا مش تمامي يعني هبتدي القراية انت عايزة ايه انت عايزة ببرزق جديد عايزة حال المادية يكون فيها تطور اكتر من كده زي ما قلنا الكارتة ده اما انت عايزة تعملي حاجة معينة قول فلوس معاك مش مكفية او معاك فلوس مش عارفة تعملي بيها ايه تصري فيها ولا تستني شوية بس واضح ان الحال المالية عندك عملالك شوية ايه زعزاعة كده شايفها شريكك ازاي شايف شخص طموح شايف شخص زكي بيعرف بيعرف تصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية تقعب بينكم موقف صعب او زواج ايهじゃر اوار وانتي اضرة موقف صعب او زواج یيدا يده يده الشريك عايز ايه الشريك عايز ايه الشريك عايزة من اكثر قوة شكرا